هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2000 Lab طبعا في هذا المقطع رح أوريكم كيف تجيبون سلاح جيم بوي كالوي واحد من أندر الأسلحة وعلاها وصراحة السلاح جدا جدا فخم والنكشات اللي فيه عشرة على عشرة واللي ما يعرف جيم بوي كالوي هذا هو جيم بوي كالوي أولا عشان تطلع لكم مهمة جيم بوي كالوي لازم تكون عديت جميع المهمات اللي أعطاك إياها سابقا كانت عبارة عن مجموعة من الأوراق والأوراق فيها مجموعة من الأشخاص اللي لازم تقتلهم أو تساعدهم لازم تكون عديتها ونزلنا عنها فيديو سابقا إذا كنت شخص والله منسى عارف الهرجة بكل بساطة رح أترك لك مقطع في خانة الوصف يوضح لك كيف تجيب جميع أوراق جيم بوي كالوي وتحلها لما تحلها رح تطلع معاك المهمة الجديدة حق جيم بوي كالوي ورح تكون في الشابتر الرابع ورح تكون أيضا في مدينة الفالنتاين رح تظهر لك في مدينة الفالنتاين في نفس المكان في أي وقت من الشابتر الرابع كل اللي عليك أنك تتوجه للمهمة بعدها رح نستكمل سويا لما تروح عند المهمة رح تجي عند هذا الشخص ورح تسأله عن جيم بوي كالوي ورح يقول لك أنه انتقل لمدينة السان دينيس هو حاليا موجود فيه زي السفينة أو اليخت كل اللي عليك أنك تتوجه له طبعا بعد ما ينتهي الحوار رح تظهر لك أيضا مهمة ثانية أو مكان ثاني لجيم بوي كالوي كل اللي عليك أنك تتوجه له وأيضا رح يكون في مدينة السان دينيس طبعا لما توصل لعند جيم بوي كالوي رح يدور بينكم حوار انتو الثلاثة بعد جيم بوي كالوي رح يطلب منك أنك تقتل ضحية ثانية أو تجيب ضحية ثانية لما ينتهي الحوار بينكم رح تظهر لك مهمة جديدة أو مكان الجديد أو مكان الضحية اللي لازم تجيبها لجيم بوي كالوي ورح يكون في مدينة تقريبا الانسبرغ في آخر الماب زي ما تشوفون في الجيم بلاي رح يظهر لك هنا كل اللي عليك أنك تروح هناك وتتوجه له طبعا لما توصل للمكان رح يكون مكان الشرف أو المسؤول عن الأمن في المنطقة هناك رح تسأله عن الشخص أو الضحية اللي أنت تبغاها رح يقول لك أنه مجموعة من الأشخاص خطفوه وما هو عندنا أصلا بل أنه من فترة خطف وما ندري عنه أي معلومات فكل اللي عليك أنك تبحث عنه بعد ما ينسه الحوار رح تظهر لك أيقونة جديدة لمكان الضحية كل اللي عليك أنك تتوجه له لما توصل للمكان رح تحصل أنه في مجموعة من الأعزاء اللي عندها الضحية كل اللي عليك أنك تكتلهم بعد ما تكتلهم رح تحصل ضحيتنا مربوط كل اللي عليك أنك تحرروا بعد ما تحرروا رح تشيلوا لجيم بوي كالوي اشتركوا في القناة and I told you then I'd shoot you too and I would have if you'd shown up I was there no you weren't you left how but I don't care now it's nine on 20 years ago we're old men we're lucky fight me you're an old man C'mon fight me it's a bit late isn't it god damn you Well, that's it as that then. I shot him back. I shot him in the goddamn back. And these things happen. God damn you, god damn both of you! Now calm down, who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness, scum like you and you, Plato. Come on, draw. Why? I said draw, god damn it. لا نعم سلاح جينبوي كالوي مع السكوفيلد ريفولفر واحد من أقوى الدبلات اللي ممكن تسويها طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام